نعم حياكم الله أكيد من جديد كان قبل شوي بفقرة القهوة تكلمنا بوالي أن تغريباً أغلب الشباب الحين صارت هبتهم قهوة وقاموا بيطلهم مشاريع والكافيات ففعلاً يعني هذا الموضوع جداً مهم وخلنا نقول حالة شوي تحتاج إلى وقفة وإلى نظرة أن فعلاً ما شاء الله اليوم الشباب بالكويتي قاعد يسوي مشروع خاص وقاعد يبحث عن استقلال مادي ويتميز بعلامة تجارية خاصة بل مو بس جدي ينافس حتى كبار شركات أكيد المتواجدة في السوق حسب التخصص لكن كم مشروع من هذه المشاريع اللي حققوها الشباب أنجحت وصارت خلنا نقول مشروع عليها الكلام وهل خلنا نقول كل شخص عند عقلية تجارية ممكن أن يكون ناجح ولا يحتاج خلنا نقول لي عوامل وبيئة تساعد على هذا النجاح تفاصيل هذه أكيد وأكثر رح نعرفها إن شاء الله مع ضيفتنا بالأستاذة بدور رئيس شبكة سيدات الأعمال والمهنيات صباح تلو بالخير حياة الله الله يحييك الله يسلمك حياة الله معانا وسعى المباركة وإحنا رح نناقش هذا الموضوع بشكل عام لكن أيضا نكون بسيدات الأعمال نبيندش إلى أيضا العنصر النسائي في موضوع الرياضة فودي أسألك عن دور شبكة سيدات الأعمال في دعم واحتضان المبادرات أو المشاريع الجديدة خصوصا بعد الانكسارات المتراكمة خلال الفترة الماضية نحن بشبكة سيدات الأعمال يعني مركزين على النتوركينج أن جميع السيدات اللي عندهم مشاريع قائمة أو بيسوون مشروع أو مشاريع منزلية يتيمعون في مكان واحد يتبادلون الخبرات ويتبادلون مو بس الخبرات حتى المعلومات اللي بينهم وإذا كان عندهم تعثر أو شيء بينه وبين بعض في الشبكة نحن نشوف شنو حاجة العضوة من دورات أو استشارات نحاول نقدم لها على أساس أنها تكون يعني مواكبة للتطور ونسد الحاجة التي بتتعلم منها طبعا في وضع اللي مرينا فيه وضع كورونا وايد نفس ما قلتها ومشاريع توقفت وايد مشاريع تعثرت يعني توقيف المشروع يعتبر نجاح التأثر اللي يكون داشت بخسارة نعم ففي ناس وقفت عند أن أنا أوقف فمو خسران ولا ربحان يعني سكرت في ناس لأ دشرت في خسائر فنحاول إحنا أن نوجه سيدات على الشبكة يعني على طريقة معينة بحيث أنها تنقذ ما يمكن إنقاذها من عقب الأزمة اللي مرينا فيها نعم إذا تسمحي لي بدأشي خالقوا شوي بألية عملكم بتفاصيل أكثر هل تكتفون خلل نقول بدعم هذه المشاريع وهؤلاء السيدات من ناحية خلل نقول مثل ما ذكرت أنت مثلا الشبكات ودعمها ماديا أو معنويا لكن هل يتم خلل نقول فيه توجيه أنه والله ترى هذا المشروع يعني مو وقته الحين أو مثلا هذه المبادرة ما تستحق من الدعم أي شان ألية تعملكم بهذا طبعا هذه تنصب من ناحية الاستشارات يعني إذا يأتنا أضوى تستشير على مشروع معين قبل لا تبدي فيه مثلا نقدر نقول لها أنه عندك التجربة الفلانية مثلا ناجحة أو فاشلة يعني نوجهها كلمة فلانة اللي بتسوي أو عندها ناس مشروع اخذي منها بالملتقيات احنا نسوي ملتقيات كنا قبل كورونا شهرية كل شهر يكون عند عضوة من العضوات بمشروعها لما تلتقي في البنات تشرح لهم شون افتحت المشروع شنو الصعوبات اللي واجهتها فواحدة تعطي ثانية المعلومات فاللي عندها مشروع متجهت للحين بتفتح مشروع قارفة تروح حق منه لما انت تستشيرنا احنا نوجهها حق منه فنعطيهم الجدوى من المشروع إذا كان السوق يتحمل ولا ما يتحمل لأن صار للأسف أن أغلب الناس تفتح مشاريع إذا شافت مشروع ناجح شروح تقلده هو مو هذا اللي رح ينجح مشروعك هذي استراتيجية خاطئة تعتبر طبعا أكيد لأن أنت لازم تفتح مشروع على أساس أول شي شخصيتك يعني قدراتك الشخصية شون الخبرة اللي عندك أول معلومة اللي رح تفتح فيها مشروعك كناحية إذا أنت شغل فني مثلا نعم شون بتدير المشروع نقطة ثانية حاجة تسوق يعني أنا أفتح مثلا شغلة معينة بالكويت فل منافسة وين رح أكون بينهم إلا إذا كان عندي قيمة مضافة شي أنا رح أحطه مختلف ممكن أنجح نعم فحاجة تسوق هذه ويد مهمة يعني ويد ناس تتكلم على المشاريع أبي أسوي دراسة جدوى دراسة جدوى شي دراسة سوق شي ثاني دراسة جدوى هي دراسة مالية شنو راس المال اللي أحتاجها حق أصول حق معدات لكن دراسة السوق هي السوق شوني يبي الناس أهم عملائي الناس اللي شريحتي اللي رح تشتري مني شوني تبي هل تحتاج هذا المشروع ولا إحنا فول في فنشوف أنه صار فيه تكدس مشاريع شنو شذي ويد مشاريع قاعد تتسكر نعم سادة بدوري يعني خلينا نقول ومثل ما قلنا في المقدمة أنا قلنا نتكلم بشكل مجمل عام خلنا نروح إلى الجانب الفتيات أو السيدات الأعمال اللي ودها تفرض نفسها وتكون موجودة في هذا السوق اليوم المشاريع اللي قاعد تقدم باسل قاعد يقول فيه تقليد أصبح للمشاريع وكوبي هل في أفكار رائدة قاعد تدخل محفزة خط لاين يديد ولا لا تزال هي المشاريع ذات المشاريع متكررة مشغل أو مطبخ أو الأشياء التقليدية العادية اللي ما فيها إبداع الكرياتيب ما هو موجود في السيدات تتكلم تحديدا لا فيه 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 مشاريع سيدات فيها ابتكار فيه مشاريع سيدات نقدر نقول إنها عادية مثلا مجغل هو عادي لكن بالحقيقة درجة الجودة في هذا المجغل وصلتها للعالمية لعروض أزياء في إيطاليا فعندنا إتقان بالعمل عندنا ناس قاعد تتميز بجودة عالية عندنا مشاريع مبتكرة فيه من السيدات يعني على طول يكونون يبحثون عن شيء يديد ما دخل الكويت يدرسون سوق الكويت إذا كان يحتاج أولا وقعد يشتغلون فيه نعم وشوف يعني شيء جميل صراحة أن اليوم خلنقول للشباب ولا الفئة العمرية نقصد كشباب أن يتجهون صراحة للبزنز وأن يحاول يعني يوفر مصدر دخل ثاني ولكن هل خلنقول اليوم الكل ينفع يصير مبادر الكل ينفع يروح يشغل بزنز الخاص ولا هذي خلنقول هذي المواصفات هي تحتاج إلى شخصية معينة وألها مواصفات معينة بالنسبة لرأيي الشخصي أن موكل شخصي قدر يكون مبادر ليش لأن أنت لما يكون عندك عاطفة على فكرة مشروع معين راح تحبه وايد لدرجة أن تحس أن هذا المشروع جزء منك فهذه العاطفة لو خسر المشروع في ناس خلاص تتحطم أن هذا نهاية الدنيا فتلقى خلاص صار شخصية ثانية صار محبطة فعلشان شذي المبادر نفسه لما يتيأ أن يكون راعي مشروع لازم يكون قلبه قوي لازم يكون صبور جدا لازم يمتوقع الخسارة عشان يقدر يكمل اللي وراه اللي وراه وعيد التجربة فأتوقع أنه تهيئة مبادر يعني كل الأشخاص تبالهم أفكار مشاريع لكن من هو اللي يقدر يكمل فيها يكون نفسه طويل أنه يكمل ويصر أنه ويحقق نجاح هذا بدونتي من إجابتك تحتي سؤال كبير أنتي قاعد تقولين ومن سؤال باس اللي يعني موضوع أنه يكون مبادر أو يديش مشروع وينجح محتاج إلى تهيئة بس إحنا في فترة سابقة كن مبادر كن مستقل خل ما دخولك فيدك خل اتركه وانطلق خلك حر نعم أعتقد هذا كان خطأ فادح نعم الترويج حق إحنا ندخل حق مشاريع نروح قطع ترويج كبير أي وياه من الدولة بعد لكن أنت لما تسوي ترويج حق فكرة معينة أن أنت ادخل قطاع العمل الحر عشان تخفف الضغط عن القطاع الحكومي شنو هيئت حق المبادر ماديا إحنا الكويت دولة وحيدة في العالم اللي قاعد تعطي دعم العمالة اللي هي هذه العلاوة اللي تسمى بدعم العمالة أنا برأيي أوكي دعم العمالة مهم ويحتاج المبادر لأنه خلاص وما عنده مصدر دخل أنا أحتاج شيء ثاني أضيفه للمبادر علشان هو ينجح في مشروعه مو ماديا معنويا أنا ياني واحد مثلا عند الحماس أن يفتح مشروع خاص طلع رخصته يالله باشتغل لكن تجد عنده واحد أشياء ناقصة في شخصيتي مبادر أنت لازم تتعلم أنت تصبر تتعلم أنت تتحمل عميلك كذا قال شغل معاجبني تتحمل أنك أنت تطور لأن حتى المشروع اللي تفتحه إذا ظلت نفس ما هو رح يتسكر ولنا في تجارب حول العالم شركات ما تطورت وخاصة أني أتطرق لها وقت كورونا نعم في شركات ما توجهت العمل الإلكتروني لا زال في بالهم الفكر التقليدي محل تقليدي تيون تشترون كورونا كل شي تسكر بالعالم كله إذا ما تحولت أنت إلى أونلاين أنك تتبيع منتجاتك موقع رح تتسكر وتخسر وهذا اللي صار في ويد مشاريع كبيرة فأنا شون أخلي المبادر نفسه مو بس أعطي فلوس علم الفكر اللي فيه استمرارية طبع أهيئة مو فلوس أهيئة معنويا يعني في مرة من مرات قالوا شونو تحتاجون أنتو كأصحاب مشاريع شونو تحتاجون رأس مال تمويل أنا ما أحتاج تمويل أنا قاعد أقول إحنا ما نحتاج تمويل إحنا نحتاج تهيئة مبادر بالأفكار نعطي شون ينظم الأفكار شون يشتغل صح شون يسوي لها خطة استراتيجية حق مشروعة النقطة الثانية نحتاج دعم حكومي مو مالي نعم اخذ مني شغل الدولة لازم تتوجه بفكر معين أن أنا أصحاب مشاريع صغيرة أحطهم في لست وأي شيء الدولة تحتاجه أروح أخذ أولوية حق المشاريع الصغيرة بعد أن أتوجه حق الشركات الكبيرة هنا يصير الدعم متبادل بين القطاع الحر والخاص وبين القطاع الحكومي هذا رح يسوي دعم حق المبادر نفسه أنا في نقدة صراحة الفتاة انتباهي أنت قلت كلمة قلت أننا نحتاج نحن رؤوس المال زي ما نحتاج تمويل أنت سادة قلت لا نحن لا نحتاج رؤوس المال نحتاج ثقافة ثقافة بالسوق هذا شوء نقول الكلام هذا شدني إلى سؤال آخر اليوم ما كثير مهم أو ما كثير مهمة كيد ثقافة نقول الشراكة بالمشروع أن أدور لي شريك يكملني سواء بروس المال أو حتى بالإدارة وفهم نقول التسويق والأمور هذا وغيرها مهم جدا ويدي يقولون لي شريك بالشراكة أنا مع الشراكة معنا في ناس عفوا أن السادة يحذرون دائما من الشراكة بالضبط بس أنا أشوف مع الشراكة لسبب طبعا مع الشراكة في حالات معينة يعني إذا شريكي يغطي يغطي جزء مني يعني أنا متخصصة بشي هو متخصص بشي ثاني كل واحد يمشي بخط بس هالخطين في نفس المشروع لكن إذا كان شريكي مثلي ما رح استفيد فإذن أنا ما أفضل الشراكة فلازم تكون الشراكة بشي مختلف يعني واحد يكمل الثاني نسمو أن نقول في شي ثاني من أنواع الشراكات أن يكون واحد عنده مشروع يحتاج شريك مستثمر يعني ما يشتغل معه بس يتفعل فلوس طبعا هذا النوع من الشراكات زوين ما أقول لك كذين لسبب لأن اللي بيعطيكها مستثمر ما رح يشوف الصعوبات اللي أنت تواجهها ما رح يشوف شون أنت قاعد عاني عشان تطلع الفلوس والأرباح رحيك نهاية السنة يقول لك أين أرباحي أنا ما أعطيك فلوس أين أرباحي إذن أنت ما شفت شنو أنا مريت فيه والخسائر أو التأثرات فأنا ما أفضل شريك مستثمر كثير ما نفضل أن يكون شريك عمل يعني يدفع ويشتغل بالضبط ويأخذ خبت معي فيه بالضبط حتى لا تكون الشراكة شرباكة يعني وشركات عالمية كذلك في العام الأخيرة قاعد نشوف تعاونات برندات عالمية جدا اضطرت أنها تتجه إلى التعاونات حتى أو الشراكات حتى يعني تتوي كروث حق المشروع أكثر وأكثر الموضوع التعثر اللي قاعد يعانم منه الشباب طبعا هو كان قبل كورونا فيه تعثر صح يد كورونا زادت عمق هذه المشكلة أكثر وأكثر هل اليوم بعد خنقول الانتكاسة هذه اللي في المشاريع الصغيرة الإقبال عليها من جديد هل أصبح فئة معينة أصبحوا محبطين حتى لو كان في فكرة تراجع عنها وحتى لغاها شنو محتاجين حتى ننهض بالمشاريع الصغيرة من جديد طبعا أكيد بالنبعد اللي مرينا فيه نعم فيه وغاية ناس انسحبت من سوق العمل الحر جدا يعني فيه أكبيرة واللي كان ناوي ديش هون واللي ناوي ديش هون وتوجهوا حق القطاع الحكومي يعني رح سر تكدس على القطاع الحكومي قلة الوظائف البطالة مقنعة فيها مساوى شوانا رد أعطيهم الثقة يرجعون بطرح قوانين يديدة تشريعات وعندك المتعفترين نفسهم أصحاب مشاريع أبتدي يعني أناديهم أرغبهم كجهات حكومية نقدر نقولك الجهات ممولة الجهات الممولة نفسها إذا ما أخذي منها التمويل ترجع تنادي المبادر متعثر تعال أسوي معك خطة بديلة أساعدك أنك تنجح أطبق شيء واحد من القانون اللي نازل أن أنا 10% الدولة جهات الحكومية ومؤسسات تأخذ من المبادرين وقيمة 10% من مشاريعهم سواء كان إذا عندها مثلا مشغل سواء كان مطبعة أي شيء يخدم الدولة تحتاجها تروح أول شيء مشاريع صغيرة نعم هنا أنا أشقلت خليت أبروح يدخل فلوس مني كدولة لا يحتاج فلوس لأنه متعثر أساسا ما رح أعطي توميلي زيادة أنا رح أقول لها تعال أنت متعثر شنو مإنتاجك إنتاجي كذا كذا أنا كدولة أحتاج غط لي هالوزارة الفلانية واشتري منها هنا أنا رديت من أول يديد أن يرجع يشتغل رح يغطي التعثر ونحن ندري أن واحد ناس تجهون حق مثلا الدولة بمناقصات ويعطونك أسعار عالية لا أنا أخذ مشاريع صغيرة وأفرض عليه السعر لأبي أنه ربحان وأنا كدولة ما خسرت وايد أو ما حطت يعني ما دفعت نفسي اللي قاعد فعه حق مناقصات مبالغ كبيرة وخلي الصاحب مشروع خلص يتجاوز التعثر هذا فأنا دائما أقول إحنا مو شرط نحتاج فلوس إحنا نحتاج شغل تعالوا لنا شوفوا كل صاحب مشروع صغير شنو يقدر يغطي واخذوه خليشتغل بس يشتغل خلص ما رح يتلقى ما رح يقدر ما رح يسكر مشروع خلص رح يبتدي يشتغل يداور تلقى خذها خبرة زيادة لأنه قاعد يتعلم قاعد يشتغل فهذا اللي نحتاجه إحنا نحتاج أن ثقة الدولة في أصحاب مشاريع صغيرة ترجع يعني هذا اللي مطلوب صراحة نعم كيد ممكن فترة كورونا فعلا يعني سببت بعض اللحبات وكيد عند بعض خلنا نقول أصحاب الأفكار وأصحاب المشاريع وأيضا حتى ممكن خلنا نقول دقة ناقوس الخطر مثل ما يقولون عند بعض الناس فصار فيه تخوف إنه والله ما بيروح أخذ المحل ما بيروح أقض الفلوس فخلني على الأقل أوكي بلش مشروع لكن في بيتي على الأقل ما فيه خسائر وإيجار ومن غيره من الأمور هذه هذه خلنا نقول هذه المشاريع سواء مشغل ولا حتى طبخ وغيره تحتاج إلى تسويق اليوم خلنا نقول الوزنز بشكل عام يحتاج إلى تسويق عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس وكلها تأثير خلنا نقول لك أصحاب مشاريع منزلية خصوصا بالمشاريع خلنا نقول اللي فيها سيدات شون أهم استراتيجية ممكن تتبعونها في موضوع التسويق أهم استراتيجيتين أول شيء علشان أنا أسوق صح لازم أنا ما قد طفلوا سوائد على التسويق كمشروع صغير أو منزلي فأرح أروح أتجاهين الاتجاه الأول word of mouth إن الناس تتناقل بالكلام عن شغلي فهذا أكبر شيء يبلك مصدر عملاء الشيء الثاني أنا أروح أدور المواقع اللي فيها سبونسر تنزل بمبالغ رمزية بنفسه تتيب لي شريحتي لأنه ونت تسوي الاسبونسر تختار الفئة العمرية تختار الجنس تختار اهتمامات الشخص اللي بيطاله فأحط تكتك على الأشياء اللي أحسن هذه شريحتي وخلي الاسبونسر شغال مايكل الفوايد والأهم من ذلك الأميل تجربة العميل نفسها لمن يتعامل معك صاحب مشروع صغير أو حتى أي صاحب مشروع لمن يتعامل مع شركة أو جهة أو تشتري منتج أو تأخذ خدمة وألقى أن الخدمة هذه أو المنتج عجبني تلقى أنا قاعدة بين أهلي بين رفيجاتي أبتدي أوصي ترى يا جماعة شغلهم وايد زين ترى أفلان سوالي شديد شغله ممتاز فهذا الافتقى بالحديث هي اللي راح تيبلك أم لا أكثر أن يكون معك ويمكن السيدات هم الأنجح في موضوع الترويج والتسويق وسهل الإقناع في هذا المجال قاعد ينتهي عمر هذا اللقاء ونبي نطلع منك بخلاصة وعذرا على هذا السؤال قد يكون استفزازي للبعض لكن بحثا عن إجابات اليوم هل مشكلة المشاريع الصغيرة كلها تتمحور أن دائما نقول الدولة والجهة مسؤولة إنعاش وغيرها أنت اخذ قرار أن تكون مستقل بذاتك أن تتحمل تبعات ربحك أو خسارتك ليش دائما نرجع الموضوع إلى تشريعات قرارات الدولة عط ما حتى تسوي شيء في العالم يمكن الدول برا حتى يقول لك منك ليه المستثمر أنا ما لعلاقة فيك أنا أسهل لك كبروسيس بس أنا ما لعلاقة فيك ليش دائما نحط المسؤولية والملامة على الدولة أنا أقول لك ليش لأن كل إجراء تسوي حق مشروعك تحتاج وجود الدولة كتراخيص كدورة مستندية كأوراق عطتك لا ما عطتك هو بسهالة هو أنت كصاحب مشروع اتحاتي مشروعك شون تمشي إيه ولا تحاتي كالساعة تشايك متى يخلص ابن العمل عشان لا يوقف الراتبي متى تخلص رخصتي عشان لا يوقفو شغلي فصار المبادر ما قاعد يركز على شغله كثر ما هو قاعد يركز على أوراقه لأن ما في تسهيلات خاصة حق المشاريع الصغيرة يعني بعض الدول بعض الدول وشفتها وكتبت عنها تعطي المبادر صاحب الشروع الصغير مميزات مختلفة تماما عن أصحاب مشاريع كبيرة نحن للعكس نحن صاحب الشركة الكبيرة ما تشوفه حتى يراكد أوراق قبل الوزارة ما ندوب اللي يراكل نحن أصحاب مشاريع نشوف بعض بالأماكن فنحن نضيع أيام على إجراءات ورقية أو هذه منتهية قبل الله يوقف شريك قبل الله يصير شريك قبل الله يوقف ولا أركز على المشروع شنان أمي فنحن مقعد هذا الشيء مربوط بالحكومة عشان شريك نحن ما نقول لك لوم أمية بالأمية على الحكومة حتى في أغلاط تكون من المبادر نفسه صح ساعة يكون نفسنا هو مثلا مو ليدر مقاءد عمل ساعة يكون هو أصلا مو إداري لا يعرف الإدارة هو فني أنا طبخ أنا مو مدير فيخسر عشان شذي لازم نفصل بين أن أنت مدير و أن أنت فني كنت تشتغل هذه نقطة النقطة ثانية ليش نقول للحكومة لأن كل شيء مربوط فيها أوراقنا مربوطة معها إجراءات بالضبع عشان شذي أنت ترجع تقول أنتوا سهلوا لنا الإجراءات سووا لنا سهل ها ان شاء الله احنا متفائلين امانة متفائلين حتم موضوع أنك تركض بالأوراق لا جهزة ذكية موجودة والتوجه الحين الإلكتروني و إن شاء الله كلنا أمل بالحكومة الجديدة أن تتجه للتسهيل و أيضا الحكومة الإلكترونية بشكل كامل ليش روح راجع ولا راكض بالوزراء أبليكيشن الله أنت ذا كل يوم لا أخذ رقم مقاعد ساعة لكي أخلص عباد آيفون أندرويد يا جماعة خلاص العالم انتجه انتجه إن شاء الله نعم أكيد يعني السادة بدورة سميت شكرا لك على تواجهت معنا الله يسلم شكرا لك على هذه النصايحة أكيد و دعمك الدائم لسيدات الأعمال والمهنيات مشاهدينا كان هذه فغرتنا لموضوع ريادة الأعمال أكيد بشكل عام و ريادة الأعمال للسيدات بشكل خاص و موضوع جدا مهم و مستحق و إذا عندك خلنا نقول فكرة والهدف حاول أنك تنتقصها بلا شكرا تقتنصها تقتنصها نعم اليوم مو شهر كلاب الخير مو شهر بقهوة اليوم صباح الخير فاصل مع القهوة و نعم جمع؟ شكرا لكم شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة